احنا النهاردة يا بنات هنعمل كيك تايجر شايفين شكلها هعمل ازاي هعرفكو ازاي بتتعمل وبتطلع الشكل ده كملوا الاخر الفيديو انتو تعرفوا كل تفاصيلها من الصغيرة للكبيرة تمام اشوف شكلها هلو ازاي تنسوش بقى يا بنات تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب وتفعلوا الجرز على الكل عشان يوصل لكو كل جديد قناة ضلوعة في مطبخي قناة متنوعة لكل شيء وصفات طبيعية للشعر والبشرة واكلات مصرية وحلويات انا من حلويتها مقدرتش استنى اكلتها وهي سخنة اول ما طلعت على طول شايفين التدرجات بتاعتها عاملة ازاي طحفة طحفة بجد طحفة شوفوا هاشة ازاي شايفين هاشة ازاي هاكل بقى منها طعامها فزيع طعامها كريز زي العسل شايفين هاشة ازاي فزيع قوي جميلة طحفة يلا بقى نسمي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عاملين ايه يارب تكونوا في خير وفي احسن حال اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل صلاة وسلام دلوقتي هنعرف مقدير الكاكة طيجر يا بنات ماشي احنا هنعاير كله بكباية واحدة زي ما انتو شايفين الدقيق وكله انا معاير السكر برضو بنفس الكباية كباية ونص سكر كباية ونص سكر ومعلقة كبيرة كباية ونص وتحطي بعد كباية ونص معلقة كبيرة تمام ثلاث معالق كاكاو خام كاكاو خام بدون سكر ثلاث كبايات دقيق نص كباية مية كباية سمنة نصها سمنة ونصها زيت كباية نصها سمنة ونصها زيت هي بينا ان هي قليلة عن كباية علشان ايه السمنة بتبقى سمكها اتقل يعني علشان هي يعني مش سيحة سمنة مش سيحة زي الزيت نص كباية المية دول يا بنات ممكن نحتاج نص كمين او اكتر حبة تمام عشان انا مش عايزة العجينة تبقى ايه تقيلة انا عايزها تبقى ايه خفيفة شوية اربع بدات واربع فانيليا واحد كيك شيف تمام ورشة ملح رشة ملح صغيرة ومعلاقة صغيرة خل هيا دي مقادير يا بنات الكيك ويلا بينا بقى ايه نبتدي دلوقتي انا هضربها في الخلاط تمام عشان تبقى سهلة يعني كده الخلاط بيسهل علينا هعمل ايه احط الاربع بدات اربع بدات احطوهم في الخلاط الكيك ده هيعجبكو جدا 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 يا بنات جربوها على دامونتي ان شاء الله هتطلع احسن من اللي انا عملتها كمان انا كده بقسر اربع بدات في الخلاط تمام البيضة الاخيرة عشان ريحة زفورة البيض احط لكل بيضة لكل بيضة كيس فانيليا لكل بيضة كيس فانيليا اربع فانيليا بتخلي ريحتها قلبة دنيا يبقى اربع بيض واربع فانيليا تمام انا هتطلع الوقتي هتطلع اربع بيض واربع فانيليا وكباية ونص سكر وفوق كباية ونص معلقة كبيرة سكر انا كده يبنات بربطهم في الخلاط كويس جدا مرة واثنين وثلاثة اربع بيض اربع فانيليا كباية ونص سكر ومعلقة كباية ونص ومعلقة كبيرة سكر تمام دلوقتي ايه انا نسيت وانا بقولكو المقادير نسيت اقولكو على كباية لبن شايفين انا ضربت البيض مع الفانيليا مع السكر كان يعني كميته قليلة لما اتضرب عالي لما اتضرب عالي لما اتضرب كويس عالي تمام هحط بقى ايه كباية اللبن بنفس الكباية خلوا بالكم النقطة دي وهحط كباية السمنة والزيت هي كباية سمنة والزيت مع بعض نصها سمنة ونصها زيت هضربهم في الخلاط بقى وهرجع لكم تاني انا كده يا بنات ضربت هنا ايه في الخلاط اربع بيض اربع فانيليا كباية ونص سكر وعليهم معلقة كبيرة وكباية لبن وكباية نصها سمنة ونصها زيت تمام يا بنات ايه دلوقتي هحطهم في الايه في الطبق اللي ايه اعمل فيه دلوقتي بقى هحط ايه الكاكاو ده اعمله في الاخر هحطه في الاخر هحط تلت كبايات دقيقة ثلاث كبايات دقيقة ثلاث كبايات دقيقة ثلاث كبايات دقيقة زي ما انتم شايفين وهحط الكيس الكيكشف عليه ورشة الملح تمام خليكم ماشيين معايا خطوة بخطوة ان شاء الله هتبقى كيكة زي العسل ونص كبايات المية ومعلقة صغيرة خل معلقة صغيرة خل معلقة صغيرة ما نخلق فوقوه جدا بقلب العجين اهو معاكو يا بنات كويس جدا ما تسيبيش اي دقيق حوالين الطبق انا الوقت يا بنات قلبته بس سمكها تخين السمك ده مش هو ده اللي انا عايزاه هحط نص كباية مية كمان وهاقلب بس ما حطتش نص كباية كلها حطت ربعها وبعد كده هحط الباقي لو احتقت لسه برضو سمكها تخين شوية مش هو ده السمك اللي انا عايزاه هروح حط طبقية نص كباية وهقلب كويس جدا شايفين بقلب ازاي هو ده بقى السمك اللي انا عايزاه بالزبط يكون خفيف لهو سميك قوي ولا خفيف قوي متوسط هعمل ايه بقى دلوقتي هجيب طبق تاني وهقسم الخليط ده نصين هقسمه نصين ليه هقسمه نصين عشان هخلي نصه ابيض ونصه بالكاكاو بنيه انا دلوقتي قسمته شايفين العجينة بتلمع ازاي تحسن هحط تلت معالق سوري تلت معالق اه كاكاو خام من غير سكر تلت معالق وهقلب كويس جدا وخلوا بالكو الدي ايه نخلته هو والكاكاو مرة واثنين وثلاثة مرة واثنين وثلاثة نخلتهم كويس جدا قبل ما نحطهم في الكبيات هقلبها كويس جدا انشان ما يبقاش فيه كاكاو في ايه في جوانب الطبق انا دلوقتي يا بنات قلبت الكاكاو كويس جدا زي ما انتو شايفين شايفين سمكو لا تقيل قوي ولا خفيف قوي هاوريكو برضو دلوقتي العجينة البيضة شايفين برضو لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي انا دلوقتي هعمل ايه جبت سنية وده هنتعى صامنا كويس ده هنتعى صامنا كويس جدا واروح ترشه دقيق الدقيق ده عشان الايه الكيك مايلزقش بس لازم وانتي بترشي دقيق توزعي كويس جدا مايبقاش فيه دقيق مكالكع من الجوانب هيبقى لونه قبيض من تحت في الكيك ومش هيبقى شكله حالو تفضلوا توزعوا فيه لغاية السمنة اللي في الصينية تشرب الزيت وانتي بتوزعيه اهو كده تمام انا هجيب دلوقتي كبشتين كبشة هحطها في العجين الابيض وكبشة هحطها في العجين البوني عشان ماينفعش هحط كبشة كبشة واحدة في الاتنين اللونين هيتلغباتوا في بعض خلوا بالكوا بقى من النقطة دي في نص السنية هحط كبشة من العجين الابيض وكبشة جواها في نصها من العجين البوني شايفين؟ هي دي بقى ايه التكة المهمة في الموضوع كله بعد المأجير المزبوطة طبعاً عشان تطلع كيك تايجر شايفين؟ بيحط في نص ايه؟ العجينة وما يعني ما تزعلوش لو في ايه عجين ابيض جاعة البوني او بني جاعة الابيض بتبقى حاجة بسيطة مش هتبان لما تستوي شايفين؟ امشوا بالمأدير مزبوط وان شاء الله هتبقى زي الفل ما تنسوش بقى يا بنات ما تتخلوش علي بلايك وشير وسبسكرايب واتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله وصفات دا اللوعة في مطبخي وصفات جميلة جداً وبوضح بالتفصيل علشان تعرفوا كل حاجة احط دلوقتي كبشة يعني هكمل بقى انا دلوقتي ايه الصينية علشان ما اطولش عليكم تمام؟ انا دلوقتي يا بنات كملت الصينية كلها زي ما انتم شايفين اجيب خلة شايفين التدريك بتاعها الخلة بقى تمشيها كده شايفين عاملة ازاي رهيبة واللمعة عبتهتها جميلة جداً انا حطيت نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت عشان تبقى خفيفة ما تبقاش تقيلة وزيت بيبقى حلوة جداً بيخلي الكاكة خفيفة جداً بتعملي بالخلة كده بنفس الطريقة بتعملي بالخلة كده بنفس الطريقة شاكلها طحفة شايفين عاملة ازاي جميلة قوي الكيك يا بنات بعد مستوى بقى جميل جداً كيك الطايجر سهلة جداً وبسيطة ومقدرها كلها في البيت وانا عايزاكو تجربوها وتقولولي رأيكو في الكومنت وان شاء الله هتعجبكو جداً جداً تنسوش بقى يا بنات زي ما قلتلكو وتبخلش علي عملوا لايكو شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلوكو كل جديد بازن الله انتو شايفين عاملة ازاي رهيبة هشة من الخل ومن المية المية بتدي تأثير فضيع اوه في هششان الكيك تمام وطعمها رهيب كريس زي العسل طحفة حزبان 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 ثقابة شكرا